في نهج جديد في روسيا وهو تكثيف القصف الصاروخي من نوع صواريخ الفرد صوتية كنجال وهذا مكلف ماديا يعني صاروخ الكنجال مكلف مليون دولار للصاروخ الواحد فهي الآن لما تقصف باتريوت الآن هذا مكلف وعمل الوقت لا يسمح لروسيا بصناعة مثل هذه الصواريخ ألا تظن أن هذا يكلف الروس أكبر من نتائج هذه الصواريخ هذا يعني أصبح طريق شبه إجباري لروسيا روسيا أثبتت لكل العالم أنها ليس لديها جيش يستطيع الإمساك بالأرض لولا مجموعات فاغنر ودعم من حيدر قاديروف يعني لو وجدنا أن روسيا تحارب بدون جيش هذا من خلال متابعتنا للأداء ورؤيتنا رؤية العين عن أداء الجيش الروسي المتدني تماما والذي فوجينا يعني أن يكون الاتحاد السوفيتي قد وصل جيش أي عفوا الاتحاد الروسي قد وصل جيشه إلى هذا المستوى وخاصة في بداية المعارك عندما وصل إلى أطراف كييف ورأينا كيف انسحب وتاه وضاع وقتل وإلى آخره بدون أداء نهائي لذلك ماذا حلل الآن يعني ما الذي بقي لروسيا روسيا لم يبقى لديها إلا هذه الترسانة الضخمة جدا من الأسلحة الاستراتيجية والبعيدة المدى تستخدمها مجبرة لأنه يعني قلت لك أن مجموعات صغيرة يعني أولا وأخيرا بمثل هذه الحرب تعتبر فاغنر مجموعة ليست المجموعة التي يعتمد عليها بإشتياح دولة أو بإشتياح مدن كبيرة أو إلى آخره تبقى أولا وأخيرا هي ميليشيات وبالتالي ليس أمام روسيا إلا إرباك الجانب الأوكراني بقصف حتى ولو وصل إلى درجة أن يكون قصفا عشوائيا فلن تقص الروسيا لأنه هو الطريق الوحيد وهو الطريق الوحيد الذي يربك الطرف الآخر لذلك هي تستخدم الآن حالة يعني تستفيد من حالة الإرباك التي توقع فيها الجيش الأوكراني بالقصف عن بعد نعم سنعود للموضوع الصواريخ والدعم الغربي لكن ذكرت فاغنر كشف مؤسس فاغنر إيفيغني برغجين أن الوحدات العسكرية في باخموت تقدمت 260 متر داخل هذه المدينة هذه المساحة في هذه المدينة التي احتدم فيها القتال هل هذا يعد انتصارا عسكريا وميدانيا من هنا تأتي نظرة التقييم الحقيقي للأداء الروسي يعني تصور أن باكموت يعني ما كانت أهمية هذه المدينة علما بأن باكموت لها أهمية معنوية أكثر مما هي يعني أهمية استراتيجية أو عشكرية إلا أنها باتت اليوم هي عنوان إعلامي لرفع معنويات هذا الجانب أو خفض معنويات الجانب الآخر فعندما يتحدث قائد مجموعات فاغنر عن تقدم 200 متر بمعارك كبيرة جدا وعلى أراضي واسعة جدا بهذه الطريقة ويعدها نصا فأنا أقول أن هذا هو أداء الجيش الروسي بفاغنره وبحيدره على الأرض الأداء متواضع جدا وأنا أرى أن أوكرانيا تتحضر لهجوم أرضي وهذا ما يعني يجعل روسيا الآن تكثف القصف لإرباك الجيش الأوكراني وتأخير هذه العملية نعم 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 شكرا